معنا إيمان عبد مراسلة أوريانت نيوز مباشرة من العاصمة الأردنية عمان أهلا بك إيمان ما أبرز ما تمخذت عنه هذه المباحثات بين وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي في عمان فيما يتعلق بأزمة اللاجئين عموما والنازحين على الحدود الأردنية أو السورية الأردنية خصوصا نعم في الحقيقة هناك مباحثات بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والنضرائي من رؤساء الاتحاد الأوروبي حول تتبعات الوضع في درعة في الجنوب السوري ووجود النازحين العالقين هناك والوضع الإنساني السيء الذي يتعرض له هؤلاء النازحون العالقون لكن هذه المباحثات كانت ستجري عند الثانية ونصف من بدوقيت عمان اليوم ونحن بالنظار التصريحات التي ستتمخذ عنها هذه المباحثات يعني حتى اللحظة لم تعقد أي اجتماعات حتى اللحظة لم تعقد الاجتماع سيعقد عند الثانية ونصف بدوقيت عمان نعم يعني بعد تسع دقائق تقريبا طيب إيمان فيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة هل من بوادر لإدخال المساعدات الخاصة بها إلى الجنوب السوري خاصة وأن هناك إشارة إلى موضوع فتح الحدود وهو القرار السياسي هل تنتظر الأمم المتحدة أي قرار سياسي قد يتخذه الأردن مع النظام في سوريا وبالتالي إدخال المساعدات بعد ذلك أم ماذا؟ في الحقيقة جرى هناك مؤتمر صحفي اليوم عند الحادي عشر بحضور وسائل أعلام عالمية وعربية ومحلية أجرته الأمم المتحدة ممثلة بالممثل الأممي منسق أشؤون الإنسانية أندريس بيدرسون حول التطورات المساعدات الإنسانية التي ستدعمها الأمم المتحدة للنازحين السوريين العالقين على الحدود السورية الأردنية لكن في الحقيقة لا جديد في هذه التصريحات أوضح الممثل الأممي أندريس بيدرسون عن وجود تنسيقات فقط مع الجانب الأردني إن كان مع الحكومة الأردنية أو مع الضغط على الجانب السوري ممثلا بنظام أسد الطائفية لإدخال هذه المساعدات أيضا أوضح عن وجود ثماني شاحنات مليئة بالمساعدات بالغذاء والدواء لتستعد للدخول إلى الداخل السوري لكن هم ينتطرون أوامر لدخولها يعني لم تدخل هذه المساعدات أيضا لم يصرح عن وجود مساعدات في الأيام القليلة الماضية يعني بس أوضح عن وجود تنسيقات مع الحكومة الأردنية لا أكثر ولا أقل نعم سنرى ما سينتج عن هذه الاجتماعات كافة إن كانت على الصعيد الأردني الأوروبي أو حتى على صعيد الأمم المتحدة أشكرك إيمان عبد مراسلات أوريانت نيوز على ما قدمته من معلومات كنت معنا مباشرة من عمان ترجمة نانسي قنقر